أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة 16 وفد وزاريا و54 وفد رسميا و66 منظمة دولية بإجمال أكثر من ألف مشارك ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بالسليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل أيضا على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار المياه في قلب العمل المناخية بهدف مناقشة أثار التغيرات المناخية على قطاع المياه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على بلدة بخموت الاستراتيجية بشرق البلاد وذلك على الرغم من الهجمات الروسية المتكررة عليها وأضف زلنيسكي في كلمة مسائية أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية وصلت قصف المدن الأوكرانية مما تسبب في ضمار وسقوط ضحايا وشدد زلنيسكي على أن القتال مستمر في مناطق مختلفة من الجبهة لافتا إلى أن الوضع ما زال صعبا للغاية في دونيتسك ولوهانسك أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أحد عشر شخصا وإصابة خمسة عشر آخرين إثر هجوم على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بيلغورد الروسية وأشرت الوزارة في بيان إلى أن الحادث وقع أثناء تدريب متطوعين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا على إطلاق النار حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة خفيفة على أفراد إحدى الوحدات مؤكدة أن في الوقت نفسه أنه تم القضاء على المهاجمين أعلن وزير الدفاع الفرنسي سباستياني لكورنو في مقابلتنا مع صحيفة لوبارزيان أن بلاده ستدرب نحو ألفين جندي أوكرانية على أراضيها وأوضح لكورنو أن الجنود سيروا الحقون بوحدات الجيش الفرنسي لعدة أسابيع ومؤكدا أن التدريب سيغاطي ثلاثة مستويات تدريب عامة ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات بالإضافة لمستوى ثالث من التدريب على الوحدات التي تم تقديمها لأوكرانيا وأكد وزير الدفاع الفرنسي أن باريس ستسلم كييف أنظمة دفاع جوية من طراز كورتال قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني مشددا على أن بكين لم تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان وخلال افتتاحه لمؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم الذي يؤقد مرة كل خمس سنوات في بكين أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي لتعزيز بناء قدرة ردع استراتيجية وخلال كلمته في المؤتمر ندد الرئيس الصيني بتدخل قوى خارجية في تايوان أعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق على مستوى الخبراء في تونس لمنحها قردا بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار على ثمانية وأربعين شهرا وجاء في بيان صندوق عن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يقضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولية والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل يستضيف ريال مدريد اليوم فريق بارشلونة على ملعب سينتييغو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدول الإسباني الممتاز وسياسة عقل كلا الفريقين للفوز باللقاء وحصد نقاطه الثلاثة والانفراد أيضا بصدارة جدول الترتيب حيث يحتل الفريق الملكي وصافة جدول ترتيب الليجة بـ 22 نقطة وبفرق الأهداف عن البارس المتصدر انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل